أكد مدير التطغير والحماية من الفيضانات بوزارة الريع السيوشريف خلال يوم دراسي نظم بمقر الوزارة أن البرنامج الوطني لتطغير وتصفية المياه المستعمة للجاري إنجازه سيسمح برفع القدرة الحالية في هذا المجال من 1 مليار إلى 1.5 مليار متر مكعب سنويا ضمن ما يوافره القطاع كبرنامج مدرج لإنجاز 68 نظام تصفية فضلا عن الإمكانات الموجودة والمستغلة حاليا